بعد سهام من انتقادات أمريكية أوروبية بشأن عدم الشفافية يأتي قرار الصين بعدم دقة بعض الأرقام السابقة حول ضحايا فيروس كورونا ليثير الشكوك حول تعمض بعض الدول إخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا هناك تشكيك أيضا بالأعداد الحالية للإصابات خاصة أن الصين بحسب بيانات موقع وولد ميتر هي الدولة الوحيدة بين الدول التي تفش فيها الفيروس ولم تفصح عن أرقام التحاليل التي أجرتها دولة أخرى مع ذا الصين تحوم حولها الشكوك منذ الإعلان عن أول حالة إصابة هي إيران موقع إيران انترناشنال نقل عن مصادر من داخل الصحة الإيرانية أن الوزارة تعلن فقط عن ثلث العدد الحقيقي للمصابين وعن نصف العدد الحقيقي للوفيات المصادر الطبية كذلك أكدت لإيران انترناشنال أنه حتى يوم الرابع عشر من إبريل الجاري وصل عدد الوفيات إلى ستة ألاف وتسعمائة وست واربعين حالة وفات بينما كانت الأرقام الرصبية تشير إلى أربعة ألاف وستمائة وثلاث وستين حالة وفات ثلاث وثمانين وتؤكد أرقام إيران انترناشنال خاصة أن عدد الوفيات منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد حتى تلتاء الماضي وصل إلى تسعة ألاف وسبعمائة وسبعين حالة أما عدد الإصابات فتشير أقام الصحة الرسمية إلى نحو خمسة وسبعين ألف إصابة وتشير مصادر إيران انترناشنال إلى أن عددهم لا يقل عن مائتين وثمانين وثلاثين ألفا ترجمة نانسي قنقر